انبارح كان معنا جيلبيرتو سيلفا اللاعب البرازيلي الكبير اللاعب الوسط الرائع جدا في أرسل واحد من أفضل اللاعبين الجنوب في هذا المركز على مر التاريخ النهاردة الصحف العالمية على رأسهم طبعا الصحيفة الإسبانية اس رأيت أو قالت قالت أنه كلموا عن البرنامج وكلموا على الحوار ويتكلموا كمان عن اللي حصل في الحوار بالنسبة لكازيميرو تحديدا كازيميرو منبارح جيلبيرتو سيلفا لما سألته مين أفضل اللاعب وسط في العالم حاليا قال أنه هو كازيميرو وكازيميرو كان من اللاعبين المميزين طبعا على مدار السنوات الماضية مع ريال مدير صحف العالمية كمان قالت أنه أشارت للحوار بالنسبة لكلامه عن النيني ومحمد صلاح كمان منذ دي بورتيفو واحدة من الصحف الأسبانية الكبيرة تكلمت عن هذا اللقاء وقالت أنه تكلم عن محمد النيني تكلم عن محمد صلاح وتكلم كمان عن كازيميرو اللاعب البرازيلي الكبير في وسط ملعب ريال مدريد انبلح جيل بيروسيلفا كان حواره ممتع جدا عايز بس أفكركم أن جيل بيروسيلفا ده واحد لعب في جيل كان فيه مين كان فيه مين كان فيه تري هنري كان اللي بيلعب جنبه في وسط البلعب باتريك فييرا كان عندهم ليون بيرج كان عندهم روبرت بريز كان عندهم والترد كان عندهم أنا بك بس بفتكر معه أشلي كول ليفت باك كان عندهم شوية لعيب بيركام ينهره بياد على بيركام دينيس بيركام ده واحد كان من اللعيبة العظيمة جدا